يعني مش بس افتراع على التاريخ ده يصنف كتحريف نصي للتاريخ انت متخيل كمان في الفيديو يا اسامة الجملة بتاعت اللاعبين اللي بيتاخدوا ويتحطوا في السجون ويجاب لهم مطرب يغنلهم انت هنا عندك لو عندك قوة شرائية اللاعب حر في النهاية عرض وطلب عرض وطلب هي العرف في العالم كله انما متخيل منع رغبة اللاعب طب سيبوا انا لما اجي احطك في سجن هل هنا انت بقى عندك ارادة لا بس اجاب لهم مطرب لا معهية بقى الرفاهية دي اللي انا معملتش حسابها يعني موضوع الترفيه ده طبعا طالما السجن كان فيه مطرب فدي نعتبر ان ما كانش توجيل اللاعب في المنطق بعد كده يا اسامة الجملة خطيرة جدا بتاعت حتى يكون منتخب القطر كله في نهاية واحد متخيل انت بتقول ان عبود باشا هاتو عبود باشا اللي بياخد اللاعبة اللي بيحط الفلوس دي ما قبل عبود باشا على فكرة بس احنا بنتكلم في المنهجية بتاعت هو مين اللي بيخطف اللاعبة تعال بقى فيديو تاني بيتكلم فيه عن مش نادي الزمالك بس ده فيما يخص نادي الزمالك نادي المصري واني نادي المصري كان بيعاني من نادي الاهلي وكذا كذا كذا تعالوا نسمع الفيديو وعندنا رد قوي احمد عبود باشا ليه هو من سنة 47 الدوري بدأ 48 الاهلي فاس تسعة سنين واربعة بالدوري اقرالك انا بقى الجواب اللي بعته باشا من باشاوات مصر اللي هو عبد الرحمن باشا لطفي رئيس النادي المصري البرسعيدي لرئيس الديوان الملكي ملك فاروق ارجو ان ترفقوا شكوانا لساحة الملك المفدى والرياضي الاول لقد طلب النادي الاهلي اعارة ثلاثة لاعبين من النادي المصري البرسعيدي لكن النادي الاهلي ناقض عهده وضم اليه احد هؤلاء اللاعبين الثلاثة وهو محمد ابو حباجة كونستبل ببوليس مصر ويسعى الى نقله من برسعيد الى القاهرة كما يحاول ضم لاعبين اخرين من نادينا بوسائل الاغراء المختلفة ونفوس كبار الموظفين من اعضائه وهذا الحال تضطرنا الى افل ابواب النادي وحله وهو النادي المصري الوحيد في ثغرنا برسعيدي عام الذي تعددت فيه الاندية الاجنبية ونلجأ الى جلالة الرياض الاول للحلول دون تحكم هذا النادي الاهلي الكبير الغني بماله ونفوذ اعضائه في الاندية الصغيرة التوقيع عبد الرحمن لطفي باشا رئيس النادي المصري البرسعيدي 49 الكلام يعني معش كده بقولك احمد عبود باشا هو المؤسس الحقيقي ومنه النادي الغني شفتوا طريقة العرض وكأن انا المنقف في التاريخ اللي جبتلك بقى التايها واللي بكشفلك عن حقائق وقعشت انت طول عمرك كأهلاوي وكمتابع للكرة المصرية ما تعرفهاش كل الكلام ده اجتزاء كل الكلام ده بيتاخد الكلام بمعزل عن صياقه صياقه التامحة نقولهلكو ولكن تعالى بقى هل انت عرضت الامور بشكل كامل هل انت بما انك بتقول عن فكرة ضم اللاعبين هل تعرضت ان في الف تسعمائة تمانية وعشرين كالنادي الاتحاد عنده وقعة زي اللي بتحكي عليها للمصري ده نعرض الخبر ونقول اللي تألف نص جريدة الاهرام تمانية وعشرين اكتوبر الف تسعمائة تمانية وعشرين ليس كلاما مرسلا ولا رواية على لسان احد ده لما تم استخدام لاعب من اسكندراء للتعيين في مصر اللاعب السوري اللاعب السكندري نبأ لو انه كان في صالح الرياضة لشكرت علي من سمى له ونفع به رياضيا لكنه بالعكس من ذلك اذ لا ينفع اللاعب او لا يضر اولا ويدر نادي بتمامه وفريقا بتمامه وهو يتكلم عن انتقال اللاعب ونفعه لنادي الاتحاد ثانيا وهو فريق نادي الاتحاد من شأني ان يجعل الامتعاد يزداد في الاوساط الرياضية ويعكر الجو على الرياضيين بصرف النظر عن انه يقوي فريق المختلط هنا بقى بيت القصيد هنا انت بتتخيل ان الاجواء الرياضية المسيطر عليها نادي بعينه بيوجه الصفقات وبيحذر ان ده حينتج عنه ايه وبيتقال كمان ان دعم نادي بعينه وعلى حساب نادي اخر وما معنى ان تخرج او تخرب اندية في سبيل تقوية نادي واحد نفس الجملة يا اسامة اللي بنقولها من شوية منهج ماشي انت بتؤثر وبتضعف الاندية وتؤدي الى خرابع لحساب نادي واحد وهو المختلط اللهم انه لا معنى لهذا وذاك الا ان عصر الكرة في مصر اصبح ينظر بالشر والخطر لا ليست هذه الرياضة سامية ولا روح عادية ويجب ان تأخذ المسألة دورها من العلاج السريع بان تأخذ اللجنة العليا قرارا يحرم فعلها والاتيام بها مدام الفصل الرياضي قد بدأ فعلا لان ده بيهدم الرياضة ولا يقيم لها وزنا وثقلا هو ده كان النص نادي المنهج اللي بيتقال في 28 وهو استمرار محاولة هل انت جيت عرضت ده تاريخيا كنت هعتبرك راجل عندك من الامانة التاريخية انا طالع النهاردة يا اسامة اتناول الصراع بين القطبين في فترات الانتقالات انما ده ما حصلش انا بلعب لعبة الرجل الشرير والرجل الملائك الطيب اللي بيحاول ان يجاب هذا الشر الشر المتمادي اللي محدش قادر يقف اصاده 1928 وكل ده بيحصل كنفين النادي الاهلي مفيش اي محاولات للنادي الاهلي لايقاف اكتر من مقالة بتقول انه كل ده بيحصل لخدمة نادي واحد بينه وبالامر المباشر مغلطة تاريخية مغلطة تاريخية متعمدة تاني مغلطة تاريخية متعمدة يا اما بلاش بقى فكرة ثوب المثقف اللي بنتلع بيه لان المثقف لما يكون بيتناول محتوى لازم يبحث في المحتوى انت جاي تحدد اسباب او ازمات الانتقالات فلازم تبقى عارف تاريخ الصفقات وتاريخ الانتقالات واللي كان بيتم اللي بيتم ان لو حصل حتى اللي انت بتقول عليه من احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي فهو لو حصل فحصل بفكرة عرض وطلب ورد فعل على اجبار لعبين للانضمام للمختلط بعد عشرين سنة ده رقم واحد رقم اتنين انت وانت بتقرى الخطاب بتقول ان النادي المصري سيغلق ابوابه مال مصر لسه فاتح ما فعلش ابوابه ليه لما فيه ظلم تبين او كده وقع ليه من النادي الاهلي طب رقم تلاتة فهو انت مستحبان عليك نادي الاتحاد السكندري اللي بيشتكي من 1928 ده كده الاسكندرونية يزعله منك لا فارس يزعل منك ده هنا لو خدت بالي منك وانت قلت كلام تاني خالص الحمد لله اني يعد ده كده تزعل لا جمهور الاتحاد السكندري جمهور يستحق ان انت ما بيكتزل بقى لكن فكرة الاكتزاء والاكتزاء كمان من ايه مش نروح ل28 من اصلا الفترة الزمنية اللي كانت موجودة سنة 49 اللي بيوضحها ابراهيم علام جهينا في نفس السنة نعرض الصورة والخبر موجود في جريدة الاهرام اللي بيضل على الفكرة اللي كانت سائدة وقتها اللي بيقول او تحت عنوان اخفاء وخطف العيب كرة القدم بيقول ايه هذه اسلحة غير مشروعة ولا يقرها القانون ولكنها شاعت بين الاندية جميعا وتعارف الجميع عليها فامست في عرفهم حلالا مستساغا للجميع للجميع مش للنادي الاالي يا سيد ابراهيم غضب القانون او رضخ رضية اللجنة الالمبية او صارت المقدر انها في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في هذه الناحية ولا تستطيع ان تعترض مهما اوتيت من قوة ده الموجود سنة التسعة واربعين ده اللي كان موجود بين جميع الاندية القصة كلها ان احنا عندنا راجل كان بيعرض على اللاعب تنضم للنادي الاهل مقابل كذا بس ده اللي كان بيعملوه فانت تسيب ده اللي هو الطبيعي جدا وتداري وقعت او الوقاعة اللي كانت بتحصل اجبار اللاعبين على الانضمام لنادي اخر انت في مفارقة لما في حاجة بتصنفها الصحافة المصرية ونازم نكون متساقين مع ذاتنا لما الصحافة المصرية بتصنفها انها غلط قالت ايه الاندية جميعا بتعمل ظاهرة سلوكية خطأ انما لما في 1920 كان نادي في القطر وحده بيريد على حساب الاخارين وهنا انا مش جايب من كتاب افارس لان فيه مغلطة بتاعها بيقع فيها بعض الناس انه بيستند دايما على مرجعه في كتاب الكتاب ده ممكن يحمل وجهة نظر الكاتب لكن لما ترجع لتوصيك وارشيف لصحفي بيكتب المقالة في نفس اليوم فانت هنا بتقدر تشوف الصورة بشكل اوضح فسنة 49 وللعلم يعني عشان الناس تبقى فاهمة ليه سنة 49 وليه سنة 53 وليه سنة 57 وقتها كان فيه حاجة اسمها موسم الاستقالات كان كل لعب من حقه انه هو بعد اربع سنين مع النادي يقدم استقالته ويروح لنادي اخر ده كلام الناس اللي فاهم يعنيه تاريخ كرة القدم اللي مش طلع تتجنى على النادي الاهلي من اجل تحولها من صفر على اليسار لصفر على يمين الواحد الصحيح اللي هو النادي الاهلي ده الكلام اللي كان بيتقال سنة 49 ان كل الاندية راحت للفكرة دي